خمسة ملايين شخص على شفى مجاعة كارثية كانت هذه العبارة أبرز ما جاء في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تدعمه الأمم المتحدة عن الوضع الإنساني في السودان وضع تقرير ثلاثة ملايين وستمائة ألف طفل دون سن الخامسة ومليونا ومائتي ألف امرأة حامل ومرضعة بين تلك الفئة التي يهددها خطر الجوع الذي فقمته المواجهات في البلاد التقرير الذي كان مقرراً أن يصدر تحديثه في ديسمبر الماضي وعطلته الأزمة التي بدأت في إبريل من العام الماضي نبه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع انتشار الموت على نطاق واسع والانهيار الكامل لسبر العيش في الأراضي السودانية سكان الخرطوم والجزيرة ودرفور الكبرى وكردفان الكبرى وفقاً للتقرير مهددون بالوصول إلى أسوأ مستويات اعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية خلال موسم الجفاف المقبل الذي يبدأ في إبريل وتشير تقديرات التقرير إلى أن انتاج الحبوب كان أقل بنسبة 46% عن العام السابق بسبب المواجهات في مناطق انتاج المحاصيل الأساسية خلال ذروة موسم الحصاد مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق بنسبة 73% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي التصنيف المرحلي ذكر أنه راجع أحدث الأدلة المتاحة معبراً عن قلقه الكبير بشأن تدهور الوضع والضغط من أجل اتخاذ إجراءات فورية لمنع المجاعة بعد 24 ساعة فقط من إعلان الولايات المتحدة أنها ستضغط على مجلس الأمن الدولي لاتخاذ خطوات لتوصيل المساعدات إلى الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء في السودان ربما عبر الحدود تلك التحذيرات من صعوبة الأوضاع الإنسانية ليست الأولى ويبدو أنها لن تكون الأخيرة على خطة المواجهة مع أزمة ضربت معيشة المواطن السوداني في الصميم موسيقى موسيقى